أنباء عن قرب ساعات الحسم في المعارك ضد تنظيم الدولة جاءت بعد أعلان خلية الإعلام الحربي العراقية مقتل 35 من مقاتلي تنظيم الدولة واعتقال ستة أخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى الجانب الشرقي لمدينة الموصل تسعة أشهر مرت على قتال تنظيم الدولة في المدينة وأمتار قليلة تفصل عن إعلان نصري حسب مواصفه المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة يحيى رسول الذي قال إن القوات التي تقاتل في مدينة الموصل تواصل تقدمها للسيطرة على ما تبقى من أجزاء المدينة القديمة قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق عبدالأمير رشيد يا رالله قال إن قوات الشرطة الاتحادية تسيطر على باب الطوب بالكامل وسوق الصناعة والشارع النجفي وبذلك تكون قد أكملت المهام المنوطة بها في المدينة القديمة والساحل الأيمن من الموصل فاستعادة شارع النجيفي يعني أن القوات العراقية باتت قاب قوسين أو أدنى من إكمال مهمتها في المدينة لكن لا تزال بعض المناطق الصغيرة التي تنتظر استعادتها من قبل القوات العراقية من التنظيم وعلى المحور الشمالي للجانب الغربي من الموصل ما تزال القوات العراقية تقاتل في منطقة الميدان التي تحتاج إلى أيام للسيطرة عليها التلفزيون العراقي الرسمي قال إن إعلان النصر في مدينة الموصل سيتم خلال الساعة القادمة لكن ما يسميه التلفزيون العراقي إعلان النصر في مدينة الموصل سيتم خلال الساعات كانت قد تحدثت عنه قيادات عسكرية منذ أسابيع بأن أياما قليلة تفصلهم عن إعلان تحرير المدينة بالكامل ولكن ذلك لم يحدث ترجمة نانسي قنقر